أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليم تصالا هاتفيا مع علي عبدالله علي طرموم عزه فيها وإخوانه وكافة الطرموم بوفاة والده المناضل اللواء عبدالله علي طرموم مستشار وزير الداخلية الذي وافته المنية صباح يوم الاثنين إثر مرضا عضالو أشهد الدكتور العليم بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومواقفه البطولية على صعيد الوطني من خلال أدواره الأمنية في وزارة الداخلية والقابلية في محافظة شبوة مثمنا جهوده الخير في إصلاح ذات البين وسعيه الحثيث في عمال الخير والإحسان وعبر عن خالص التعازي صادق المؤساة لأهله وذويه وأهل ديان والعوالق عامة بهذا المصاب الأليم سائلن الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فلسيح جناته ولهما أهله وذويه الصبر والسلوان